التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك وخلال اللقاء شهد الوزير بأنشطة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية لرفع مستوى الوعي بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني ونوها بالشراكة المتميزة مع جمعية الهلال الأحمر المصري في مجال تنفيذ الأنشطة الإنسانية وثمن الوزير الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة مستقلة ومحايدة تضمن حماية ومساعدة ضحايا النزاعات والعنف واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وأشهد عبد العاطي بالدور الذي تطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني